النقاد يقولون نحن نكلم بعضنا بعضا لا علاقة لنا بالقارئ ولا بالمبدع وبالتالي الناقد الآن يكتب ليقرأه ناقد آخر لا النقد لا يكون لا يستحق أن يسمى نقدا إلا إذا أصبح حاجة حركة فعالة بين الجماهير جماهير القراء إلا إذا أصبح فعلا يشكل مجموعة من الأفكار ومجموعة من القيم ومجموعة من المفهومات تؤثر إجابا وسلبا في الآخرين إنما أننا أكتب لناقد تاني يعني وربما هذا الذي دفع الجيل الرائد من أمثال طاعة حسين وغيره أن ينشروا نقدهم في الصحف اليومية نعم يعني لكي تكون أقرب ما تكون إلى المتلق البسيط كلما النقد بيتحول إلى علم في الوقت وبينقى نائي كبير جدا مفهومي أنا للنقد مفهومي بسيط جدا أنا أتوسط بين الكاتب وبين القراء أنا الواسطة اللي أستطيع أن أبدي نواحي الجمال في العمل الفني الذي قد تغيب عن القارق وأنا الذي أحلل العمل هذا العمل الأدبي إلى جزئياته وأبرز العلاقة بين هذه الجزئيات وأوضح للقارق كيف استطاع الكاتب أن يحدث هذا التأثير الفني المعين أو الآخر يعني إذن دكتورة رطيفة تعتبرين عملك الأساسي خدمة القارق ومعاونة على فهم تجليات النص وأبعاد النص والمعاني التي يحدث إليها إلى آخر نعم وتوضيح ما قد يستغلق عليه وهذا مهم جدا وجود هذا نوع من النقد في ظل التجريب مهم جدا لأنه من ناحية بيحترم التجريب ومن ناحية أخرى بيصر على أن لا يكون التجريب تجريبا في سبيل التجريب الدكتورة لطيفة زيات الناقدة الأستاذة الجامعية التي ما تزال حتى الآن تسعد طلبتها في كلية البنات بجامعة عين شمس في النقد والأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية تقييمك لأقسام اللغات الأجنبية في كلياتنا وجامعتنا إلى أي درجة ترين أنها مفيدة في انعكاساتها على دراسة الأدب القومي وخدمة واقع هذا الأدب القومي هل نجحت في إقامة جسور حقيقية بين المواطن لدينا المثقف لدينا والأداب الأجنبية من ناحية ومدى الإفادة من هذه الأداب الأجنبية في خدمة أدبنا القومي لحد ما وبشكل متنامي تنام حديثا حديثا لأن الأقسام دي في وقت من الأوقات سواء الأقسام الإنجليزي أو أقسام الفرنساوي أو الألماني كانت تعيش في عزلة عن الأدب القومي متوهمة أنها تستطيع أن تغني الأدب الأجنبي الذي تعمل في مجاله وهذه طبعا خرافة وأسطورة لا أستطيع أنا أن أضيف شيئا جديدا إلى الأدب الإنجليزي الذي أشبع بحثا من أصحاب ولكن قطعا أستطيع أن أضيف إضافة إلى الأدب العربي والأدب المصري وأستطيع أن أغتني بالمناهج المختلفة وأن أحاول أن أمصرها وأن أطبقها تطبيقا جيدا على الأعمال الفنية في وطن جميل دكتورة لطيفة إيداني بسؤال أخير ما الذي يشغلك الآن على مستوى الإبداع؟ محاولة إتمام أوراق شخصية إذن الجزء الثاني في الطريق؟ أرجو ذلك ما زالت محاولة يعني في الواقع كنا سعداء بأن تكون ضيفتنا لهذه الحلقة من الأمسية الكاتبة الكبيرة والأستاذة الجامعية والروائية والقصصية والناقدة الدكتورة لطيفة الزيات وفي انتظار أن نطالع الجزء الثاني من عملها الجميل الذي أثار اهتمام النقاد والقراء أوراق شخصية ونرجو أن نلتقي معها مرة قادمة من خلال هذه الأمسية إن شاء الله